بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتعلم بإذن الله كيف نحل مشكلة ظهور خطأ edgeResult 0xc 8222 عند تثبيت برنامج نت.frameworkfor طبعا هذا برنامج نت.frameworkfor نت.framework تحتاجها برامج Microsoft Office يعني عندما تثبت برامج Office على طول يطلب منك إذا لم تكن مثبت هذا البرنامج من قبل رح يطلب منك تثبيته وإلا ما رح ينجح تثبيته اليوم حبيت أشرح لكم إن شاء الله طريقة معالجة هذه المشكلة اللي واجهتني أنا شخصيا وأتوقع إنها تواجه كذلك طيب نبدأ على بركة الله من قائمة ابناء نكتب في مربع البحث cmd cmd قائمة الأوامر أو نافذة الأوامر نبدأ في كتابة طبعا طيب أنا أوضح لكم مشكلة الآن ستظهر لنا نكتب كود نت ستوب مبليو اي اي يو عدين سيف شوفوا system error 5 has occurred طيب هذه المشكلة رح تظهر ليش وأتوقع إنها تظهر عند بعض من الأشخاص تظهر عند كثيرين وأنا واحد منهم اللي ظهرت عندهم طبعا هذه المشكلة تظهر لأنك لأن البعض لما يجي يشغل قائمة الأوامر هذه يشغلها كعب عالي لازم تشغلها كمسؤول عشان ينجح في التنفيذ العملية تلاحظون الآن نكتب نفس الكود نت start أو stop start w u e u start طيب فالآن نجحت العملية تلاحظون الآن نعم نجحت طبعا هذا الكود وش وظيفته؟ طبعا وظيفته أنه يوقف التحديثات التحديثات Windows فالآن خلاص بعد ما وقفنا التحديثات لأن التحديثات هذه رح تأثر نحنا نحن براح نعدد أو نغير اسم مجلد فبدالي إذا باقي التحديثات شغالة ما راح يتعدل اسم يقول إنه قدر استخداء طيب من قائمة ابدأ برضو نكتب يربع بحث التشغيل يبتح لنا عن قائمة أو نافذ التشغيل أو تقدر عن طريق لوحة مفاتيح تحط زر ابدأ مع الار ويطلع لك النافذة تكتب هذه الكلمة وتحط موافق طبعا راح يدخل لك على مجلد النظام طيب الآن ابحث عن مجلد اسمه Software Disturbation Software Disturbation طيب هذا المجلد غير اسمه إلى S. طيب طيب طبعا صفت وير طيب نغير اسمه الآن لو أنت ما وقفت التحديثات ما راح يسمح لك منك تغير اسمه لأنه يقول أنه قيد استخدم ومفعل هو قيد استخدم طيب لاحظون يجب تنفير ابن مسؤول لعادة تسمية هذا المجلد نحط متابعة يقول لك أنه تحتوي هذا الوجه بالفعل على مجلد اسمه انا طبعا غيرتها من قبل فبالتالي أعطانيها الرسالة ما راح تظهر لكم إذا باقي ما غيرته بحط لها وأنتو حطوا نعم إذا عشان بإدنة لك الحل لهذه المشكلة طيب الآن بعد ما خلصنا نرجع التحديثات التحديثات مهمة نضع نت start وس و EOS طيب الآن كانت تمت العملية وهذا هو القيد نت start W EOS طый الآن بعد ما طبقنا هذه الخطوات نجح تتفيد البارنامج وطبعا Eg هذا هو البرنامج راح أعطيكم إياه في رابط في الوصف بإذن الله رابط من أحد المنتهليات يعني ليس أنا اللي رفعته وطبعاً للأمانة يعني هذا الشرح أنا مأخذه من واحدة إنجليز حصلت لها فيديو على اليوتيوب ويشرح طبعاً بالكتابة وفعلاً شرح حلو وفهمت معاه فحبيت أن أقول لكم حبيت أن أقول لكم الشرح إن شاء الله تستفيدون وهذا كل ما عندي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته